معنا من تونس الكاتب والبحث السياسي خالد عبيد مساء الخير السيد خالد عبيد أن يصبح للولات القرار بتطبيق هذه الإجراءات ماذا يعني؟ هل تعتقد بأن هناك أغلبية من ولايات تونس سيكون مصيرها الإغلاق في هذه الحالة؟ مساء الخير أهلا بك السماح للولات هو أمر طبيعي وبديهي باعتبار أن تونس تخضع إلى حالة الطوارئ والقانون يرجع إلى سنة 1978 ويخول للولات أو المحافظين ويخول لهم أن يتخذوا إجراءات التي يرونها ضرورية في مناطقهم وإعطاء الأمر الآن لكل الولات كي يصبح حظر التجوال سريا مفعول لكل الولايات هذا يعني أنه وفق اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا في تونس أصبحت كل محافظة تونس مناطق حمراء عكس الفترة الماضية عندما كانت بعضها فقط مناطق حمراء وهذا يعني أن فيروس كورونا أصبح سريع الانتشار وأصبح الآن يشكل خطرا حقيقيا يجب الاهتمام به أكثر فأكثر واتخاذ الإجراءات الضرورية لحد من انتشاره لماذا تبدو هذه الموجة أكثر فتكا من موجة الربيع الماضي يعني تونس كانت من بين الدول التي لم ينتشر فيها الفيروس بتلك القوة لماذا الآن سيد خالد عبيد لأن خلال الربيع الفارد تونس بمجرد أن بدأت أولى حالات انتشار الفيروس الفيروس الكورونا اتخذت الحكومة التونسية أنذاك إجراءات استباقية كبيرة جدا واحترازية مكنت من أن تنهي نهائيا هذا الفيروس في تونس خاصة عندما طبقت منع غلق تونس المجال الجوي والبحري والأرضي لتونس ومنعت الدخول والخروج من وإلى تونس وأيضا الحجر الصحي الشامل هذه كانت النتيجة التي تمكنت تونس من أن تحققها أنذاك لكن منذ أن سمح للموجودين خارج تونس سواء من التونسيين المهاجرين أو من السياح أن يأتوا إلى تونس في آخر شهر يونيو الفارد بدأت الكورونا تنتشر مرة أخرى ولم يكن بالإمكان الحج من انتشار هذا الفيروس بالنظر إلى أن هناك حالات تم اكتشافها متأخرة وحالات لم يكتشفها لم يقع اكتشافها مما مكن من أن تكون العدوى تصبح أفقية ولهذا السبب نفهم الآن لماذا الآن الفيروس أصبح ممتشرا بصفة كبيرة في تونس وهناك أصبح معدل الوفيات نتيجة الفيروس تقريبا 28 حالة وفاة يوميا وأصبح أيضا هناك على الأقل وفق الإحصائيات الرسمية حوالي 1500 تونسي يصابون يوميا بالفيروس ولا يجب أن ننسى أن هناك حالات أخرى لم يتم إحصائها لسبب أو لآخر هذا لأنه ليس هناك فحص عشوائي كما يحدث في بعض الدول الأخرى سيد خالد عبيد طيب أكثر الولايات المتضررة ما هي؟ لأنه ليس هناك فحص شامل وعشوائي هناك فحص انتقائي إن شاءنا ولذلك الاعتقاد أن العدد قد يكون ربما يوميا يصل ما بين 2000 و3000 حسب رأينا والولايات الأكثر تضررا هي خاصة منطقة إقليم تونس أو المحافظات تونس الكبرى العاصمة وهي أربع ولايات وكذلك أيضا بعض الولايات الأخرى منها ولايات ساحلية وخاصة هناك ولاية سوسة والمونستير وبعض الولايات الأخرى في داخل تونس ولكن في الأخير أعتقد أن هذه المسألة مسألة انتشار الفيروس هي مسألتهم العديد من بلدان العالم صحيح أن الوعي هنا في تونس لم يصل إلى درجة أنه يقع التطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية ولكن هذه مسألة لا تهم تونس فقط بل تهم غالبية دول العالم التي اكتوت بفيروس كورونا شكرا جزيلا لك خالد عبيد الكاتب والبحث السياسي من تونس شكرا جزيلا لك